موسيقى سيدتي سادتي مساء الخير مرحبا بكم اليوم في كريسس في العدد تاليوم سنتناول بعض القضايا المستوى فيما يخص المجال الانتقابات أو الاستفتاء للدستور وكذلك بعض القضايا الوطنية وخاصة في النصف الثاني ما بغيتش نديرها في البداية لأن ما نعطيهاش قيمة كبيرة لأن ما عندهاش أي سيلة بالصحة أو الحقيقة في البلاد ولكن نحن الناس هادو يكون قادرين نجاوبوهم بسكات ولكن في بعض الأحيان لازم كل واحد يرجع لبلاستو نونك في البداية نتكلم على المختاربين اللي هما يراصلوني على الانتقابات إلى خيره ركينا نسيت يا الإخوة والأخوات كان سيت يعني اللي ندير من طرف الجزائر وهو نظرنا إلى وانتو ما فيرفيو لأن المعلومة اللي عندي هو www.constitution.dz وانتنجمو تشوفوا يعني الشي اللي جا مستجدات الدستور فعلا سابي المثال أنا انتصرت بالإخوة في أمريكا فجوهم دي زاسماس على الانتقابات إلى خيره فالأمور تتحرك ولكن طرحوا لي مشكل وهذه المشكل يعني حقيقائية حقيقة هلاش ما اتطرقناش لها هلاش الدبلوماسية تانا او الدولة تانا ما اتطرقتش لها لأنه لما نعرف أمريكا أمريكا هي قارة مايش يعني مايش دولة نقوله الولايات المتحدة فهما ولايات وهو يعني وهي قارة كبيرة من لكوت وست لكوت اس بالنور والسود والزيطازيوني مسافة كبار إلى خيره الإشكال هو في طرح آخر لأنه في أمريكا حتى الرئاسيات هي تندير عن طريق التصويت عن طريق البارد لأجل الكوفيد كيتشوف انتا بعض الازيطاء كيما لايوا ولا لايوا اللي عدتها لكم البارح أنه خمسين في المئة من الابوبيلاسون هي يعني تفشي الوباء در خمسين في المئة من الابوبيلاسون لأن الإخوان هاد المختاربين تعنا يعني تديهم يروحوا يصوتوا حتى للصفارة أو للصندوق اللي غاد يديروا نظن هذا الشي ما كانش معقول لأنه لازم نتجاوب مع الشيلة وصاري في البلدان اللي احنا عايشين فيها وللهجرة تعنا المختاربين تعنا عايشين في البلاد هذه كنا قادرين نديروا التصويت عن طريق البارد ولاش ما ندارش في الولايات المتحدة لأن التصويت على الرئاسيات في الولايات المتحدة هو عن طريق البارد لأن تفشي الوباء كوفيد 19 يجعل أن الاحتياطات لازم تتخذ فأنا هذا والشي اللي ننبه به السلطات أو وزارة الخارجية كنا قادرين نتعاملوا بالشي اللي رأي صاري في الولايات المتحدة ونعطي الفرصة للمواطنين تعنا أنهم كلهم يصوتوا عن طريق البارد كما رأي وجاري للرئاسيات الأمريكية فهذا اللي يعني قلت لكم من كلام هذا وفوزا باريزان أنا فاني يعني خممت عديه وقلت علاش ما ننتقبوش عن طريق البارد علاش نجيبو الناس وإحنا رأنا في الكوفيد في القنصوريات التواناة ولا في المكاتب اللي غادي يديرهم يتناه وانتما كان من المستحسن أننا نعطي الفرصة للإخوان اللي هم في أمريكا أنهم يصوتوا عن طريق البارد كما رأي رئاسيات الأمريكية هذه في النقطة الأولى النقطة الثانية وأن كوفيد 19 أنا قلت لكم البرح يا جمعار أنا في خطر لأن الوقاية نازلت الناس ما لازم للسلطات تضرب بيد من حديد على فيما خص الشيلر وصاري في البلاد لأننا نما نشوف تونس داخلت في نكوفر في طوال يعني في كل قطر تونسي المغرب اللي هوباء يعني راو دير في حالة نشوفو فرنسا، أوروبا، لإكوسس، لإرلاندي نور اللي داخلت في نكوفر في نكوفر في نكوفر في طوال يعني في كل قطر تونسي يعني لأننا لا دوزيان فغالية يتضرب تضرب بقوة تضرب بقوة وانا كنت نقل حتى في بعض الجرائد عندما تكون معينة الفضى قطر ، عندما يصغل وقتنا ويرل عاول السلطات في الزد ، هذا ميزيان خارجه لنشوفوا الناس ما في نحية الصحي يعني المركزة ومعتما عديه ان الواحد الآخرين يشوفون 252 في الجزار يجمعانا على الشيطان لانا نطلعوا يجمعانا على الشيطان لانا دخلنا وليداتنا اليوم اللي يكون لكم تدوا الاحتياطات التعكم لانا غد يتلقوا عند المدارس عند عند الاسوام عند الليسي كي ترحضوا تجيبوا أولادكم فهذا الاحتكاك بين أولياء التلاميذ يكون من أسباب تخلي الكوفيد يطلع التلاميذ التعكم لانا من بعد نرجع لكم في الآخر انا دايما نعطيكم انفيديفار وهي من دراسة في وهران اللي زارها سيد الولي تاع وهران اليوم نشوفو نخليكم تسمعوك على فيديو ونقول لاناشا نحنلق على الشيطان اللي صار اليوم في وهران لانا كيما درنا في الدي بي لما افتحنا يعني قال نفتحوكم على الكوميرسون وهادوك الفيديراسون وماش نسمعوهم دكتر لزارتيزون خلاص حبسوا حلو صدر قالوا المخاردين تاها مكتشو وجبناكم حقكم انا حلينا لكم بحلي توباش اسكروا متبقين القوانين تاع الجمهورية فيما يخص الاحتياطات مام لباند دستانسياشون ما كمش تديروهم خلاص كوفيد حنا صبنا لهادو عنا داوينا عنا خلاص كوفيد ما يكزيتيش عنا لكم ديرينا امو كاملة في خاطر الوران تعليف ادراسون هادو باش يعاودوا نبهو لزار ديرون تاوحم للكوميرسون تاوحم وتاع النقل الاخيريه باش يعني يتازموا بالاحتياطات مكاش اوني سنتم بلي فيانو ديري نديرر بريسو على الدولة حلونا والناس راهي في الجوة مكاش غالي يجوع في الجزائر شان اكزيز با نكونوا نكونوا صورحاء مع بعضنا باد داوي هادي قاسي درى بوليتيك بوليتيسيان بساح باش ترحو توقفو على للمغازين تاوكم على لزارتزان تاوكم وتنبهوهم بالاحتياطات اللي لازم لالاتخاذ التاحة في العطار هادا لا بمديروهاش هاديك ما تحضروهاش دانك ياسو بروبلم تعلو كوفيد كي مناص سيريزمان واني قلت هاكم حضرات ضربنا ينفاق معناش ممكانيات باش نواجهوه نضربنا ينفاق لانا حتى الطبا عيوه بس بس عينتومان باش يهديكم ربي يعني نستمشى بلا لابا فات العراس راكم ديرين حالا العراس راكم ديرين حالا ولي خونتان ميناسون قاع يجاونا من العراس اول خونتان ميناسون اللي جاتنا مختار بجام من فرنسا دير عرس في البليدة وارا الجزائر والرحب ديروا العراس كملوا بالعراس تواكم يعني الله يجعل ربي يهديكم بارك بس واش تواعي تواعي واحد كبير اللي هو على باله بكلش تنون تراهوا تشوفوا يعني انا كون جات عليها اللي يصال دوريانيماسون نديروهم كاميرا ونديروهم ما موكم فتروغان غاع بشوفوا الناس اللي رام في الانعاش كيفا رام يرسپيرو باش يرسپيرو كيفا تشوف إنسان في غيبوبا هادك نهار بلك تكاكاو لوجه اللي غلعتوه من إزا دمينستراشو ها كاش كاميرا كاميرا نهار نادرنا باشا كاميرا ديارهم. سمعتوا. سوكي هان لجال سوره انيبورت كال مومان دلاجوني هادوكم اللي غادي يعيشوا من الكوفيد. ربي ان شاء الله. ايذن الله. اما انتم ما لكم تلعبوا بنفسكم. كم ملوكي معاكاركم دارين حياتكم حياتة ولادكم ووالدين توقعكم في خاطر بان كمبورتمان يموش مسؤول. ان كمبورتمان يموش مسؤول. فاحنا على عبواب الاستفتاء. واناني يعني مبشر اخوة المشاهدين حتى هو يعني ونحييه من اللي هو في كندا. الاخ احمد بن سعدة. كاتب ودكتور يعني يعني نيمينو دكتور اكريفان. اه كي وكاندا. كي انسين دون انه سنستضيفه يعني في الايام المقبلة لانه خرج اه كتابات كبيرة يعني في الايام الاخيرة وهو اصبح من اكبر محللين الشي اللي صراف الجزائر. فهذا يكون لي شرف انني نلتقي مع سيد احمد بن سعدة في الايام القليلة القادمة يعني عن طريق سكايب او واتساب او يعني يعني انيوي ليسونسيال سيكن نكونوا متفاهمين ونخلو المشاهد يعني الكريم يبروفيته من المعرفة والطرح السياسي للاخ اللي طرحه الاخ احمد بن سعدة. فالايام الاخيرة انا قلت لكم قلت لكم مدامنا نقدموا الاستفتاء مدام كاين ضربات مازال كاين هجومات من عند المخزن يعني هدوين بغوش خلونا اطرنوكين رغم في كاريته ولكن ما ينسوش الجزائر لان الجزائر اليوم الجيش وطني الشعبي على سبيل المثال اصبح اصبح من من اعظم القوة اللي هي في المنطقة افريقيا والعالم العربي اصبح عنده دور كبير فيما خص استبات يعني السلم في المنطقة. سيتون ارميستون بويسانس دو باي لما يستغنى عليها حتى واحد. فلهذا اليوم انصف حد تقلق الجيش هذا اصبح يقلق بزاف. ففيه هاجمات في الايام الاخيرة عن طريق بعض الصحف افريكان ريبورتر انت سيت سويت كيبار يعني باللي مكانش فيه تفاهم بين قادات الجيش الوطني الشعبي ورئيس الجمهورية وهو القيد الاعلى للقوات المسلحة. اذا كان اخر المخرج يعطيني بعض الفيديوهات اللي يعني ما عندهاش بزاف. هذه كانت اخر زيارة تاو لوزارة الدفاع ونشوفوا الاستقبال سهلا تاو من طرف السيد الفريق سايد شنغريحى ريس الاركان الجيش الوطني الشعبي. يعني أعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني وهذه ليش أول زيارة كانت عدة زيارات كانت فيه خطابات كانت فيه لقاءات مع قادات الجيش الوطني الشعبي فمش شي غير مع الجيش يعني كان إنسجام تام في كل دولة في كل يعني هياك الدولة الجزائرية نونك الشي هذا الليكم تقرأوا ما عنده حتى الصحة الشي هذا هاجمات على الجزائر على الجيش تاحا لأن الجيش الجيش بغاوا يهجموا عليه ويهجموا عليه يعني في وقت الحراك ولكن ما قدروا شي هبطوم المعنويات تاع الجيش لأنه هو الركيزة زيدني كان صورة أخرى تاع المسجد هديك تاعنا عودوا نشوفوها دي في زيارة المسجد العظم للجزائر وهذه أنا علقت عليها في ذيك المرة وقلت أبدا ما كنا نقرأوا نشوفو هذه الصورة هدي لأنها لعدة مرات غابت علينا الصورة هديتة أن الرئيس الجمهورية يجي في سيارة وحده هو رئيس الأركان تاع الجيش الوطني الشعبي فهذا يبين كل إنسجام والتفاهم اللي كان على يعني وصومدوا لإطار الجريان لكن تخسروا في ذراهمكم ما تهزونا ما تحركوا من نوالوا لأن الجيش هو لضمن الحراك لأن الجيش عنده عادات وعنده تقاليد من وقت حرب التحرير يعني في جيش التحرير الوطني فجيش الوطني الشعبي كذلك هو يحمي في الشعب التعب ويحمي في الوطن تاعه وقايم بالدور تاعه الدستوري تصريحات سيد الفريق رئيس الأركان الجيش وطني الشعبي سيد سعيد شنغريحة مؤخرا في ناحية العسكرية السادسة والأولى فما يخص تأمين المصار هذا يعني تاع الاستفتاء تأمين يعني حتى يكون الشعب يكون يعني ينتخب بكل إطمعنان فيؤمن كل آراضي التراب الوطني ويؤمن ما فيه الداخل في التراب الوطني حتى يكون الاستفتاء هذا يفوت يعني في ظروف حسنة ففيه هاجمات وأنا قلت لكم في الأيام قادمة تكون هاجمات أكثر تكون دعاية أقوى تكون يعني حتى استخدام العملاء اللي هما في لوندر وفي فرنسا وفي سويسرا وفي للضرب بالجزائر انا مضلوا قاعدين عندهم كرسي جيسبير برك ينوضوا شوية من فوقها يتمشوا شوية بس كو انا انضرت في بلاستهم نهار كامل وهما هاب 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 قدام يقرون يعني ما ويقول لك انا عندي معلومات تم يجاوك معلومات تم يجاوك معلومات تم يجاوك معلومات عندك معلومة واحدة كي يعطوك خعب بتاع البنط على الماكلة ذاك باش تاكل وتنبح لتو د الان اتاقى حشموا شوية بركا ما تضربوا في بلادكم تضربوا في الجيش تاحها وتضربوا في القيم تعالي الجيش لان يجاوش داتا وعندها العوظماء عن رجالهم لااه رجلين في الجيش هدا بيريرشر لديرم الجام يسمح في شعبوه الجام يسمح في وطنو وجام ما كان الجيش عنه جيش تعال فوضاء الجيش تعال انضباق لان الحرافية تعال الجيش يعني الوعي لكل الضابط في الجيش التمكن في التكنولوجيات الجديدة يعني الإسفريد الكرياسي الذي كان عند الجيش رأوا يقلق بزاف لأن حتى على مستوى الإكيليب استراتيجيك dans la région ميت تيرانيان ستونارميه qui devient طريب فوث حتى بعد الدول الأوروبية موش عاجبها الحال تستعمل هاد الناس هادو تستعمل بعض الجرائد اللي يتحها يعني باش تخلق دي سيناريو تحكي دي اسطور اللي كينو ريان دو ذري كينو أبسولو موريان دو ذري فهلا هادا لي كنتنا قلت لكم بالأيام القادمة زيدوا تسمعوا كثير من هاك تسمعوا لكل وطن اللي يدافع على وطنه زيدوا تسمعوا لها كثير هاتو برهانكم من كنتم صديقون الحمد لله يا ربي طمعا الشعب التاعنا الحمد لله بلادنا في طريق الصواب بلادنا منسجمة على كل هاكل الدولة مع النحتى إشكال واحنا حتى في دورتنا في الإعلام لازم نكونوا دايما واقعيين حتى ما نشوهش الصورة تاعلي راي ماشي عليها البلاد ماي الصورة تعبكري تعتوفا بيان مادام لاماركيس كينش يصورح لهم ما مش ملاح ما نقولوا عليهم بالليما مش ملاح هذا من الواجب بتاعنا حتى يعني نزرع الثقة بين الحاكم والمحكوم نزرع نزرع ثقة أن الجزائرين يعودوا يتبعوا القانوات التحم والإعلام التحم لما رايش يحاوسوا على حاجة لي ما يشمليها والشعب على بل وما يشمليها هنما كان عليها نخزنوها نقولوها احنا قبل ما يقولوها على الأخرين فإذا الأخ المخرج يعطيني الصورة اليوم لأنه كان يفتتاح تاع السنة الدراسية ونتمنى والتلاميذ بتاعنا ندخل إن شاء الله يكون موفق بدون وباء دنزل نمبيانس يعني بلوسان في السنة الدراسية هذه حتى نطور كما قالها سيد رئيس الجمهورية نلحق أن التلميذ يروح بلا طابلة تتاو لما الرجل هو البروب بتاع الإنترنت بتاع الإيتيك إن شاء الله بربيو وربلو هذه المحفظات بس كننشوف الأوليات التلاميذ كان الصينيين ولا اليابان وميقرأوا بيون طابلة برك نمزلنا رفدين القرطاب وهذا في المصار تاع الجزيرة الجديدة لأننا تكلم عليها سيد رجل الجمهورية فيما يخص النظرة التعو في التعليم المستقبلي لأمناء الجزيرة إذا كان اليوم تعطيني الصورة تاع والي ولاية وهران لما زار مدرسة عندنا منظفة واحدة يخلصوها الأساتيدة معاوقة من يدها يخلصوها بش تنقينا المدرسة كاريتا المراحض حتى بارون دي ليف خلص جمليين وخمسمائة بش دي بيرجان ونقع المراحض وعمرنا السيتاء راناكين حضروا وقلونا معنا من دلوكم كاش بيجي إحنا الأساتيدة برح خرجنا الحداع الشعالي مننا أستاذي سيق سيقنا ونقينا وعقمنا الأقسام نقيناهم راناكين تلتية من نقعنا الأساتيدة باش نندخلوا التلاميذ وولدنا في النقا هذه مشكلة كبيرة ننعين منها أستاذ كل عام هذه هي مشاكل طاولات من وقت الاستعمار طاولات من وقت الاستعمار لا لنتخل شوف الأساتيدة الأساتيدة راهم مغلفينهم مساكنهم نعم نعم من وقت الاستعمار راهم مغلفين أستاذي سيقنا شو شاشراج وكاريتة هذا من وقت الاستعمار لا لنتخل في الجزائر لا لنتخل في الجزائر لا لنتخل في الجزائر من وقت الاستعمار أنا هنا في 32 عام أساسي على الأقل كاريتة راهي في حالة كاريتية نعم راهم مغلفين وكاريتة هنا أصبحت أطلاف أصبحت أطلاف أصبحت أطلاف أصبحت أطلاف أصبحت أطلاف أصبحت أطلاف حسنًا راكم شاهدتو هذا سيد الولي هذا نوجهارك لك نتايا اليوم نهضر معكم كنتايا وإلعا يتوهران يعني الطاولة لا تنشفت لك وقت الاستعمار أنا أقول لك هذه الطاولة لأننا شفناها جاء وتناولها جاء من وقت الشيخ بوعماما رحمه الله يرحمه الساعة عليه مش من وقت الاستعمار يعني هذي هذي هلاريبونستاعك هذي مايش من وقت الاستعمار بالسحكي تقول لك الانسينيونت باللي أولياء التلاميدي يخلصوا بور نيطوية حشك لطوالات ويعمروا السيترنات على الماء يعني ما بين تكوال ومعايتش المدير التربية ولا البريزدون ده بي سي وهذي خدمتك نتالي أنتما هما يعني لما يقول لك كائن المرأة هايوينة يعني من داوي الاحتياجات الخاصة هي اللي دارينها فاندوميناش هذي بنتك نورمان بنتك طاوي لبارك مايش من وقت الاستعمار شيد الوالية عوهران باركاونا من الدسكور تعبكري باركاونا تعطو فابيان مادام لاماركيز الشعب لأو على بلو بكلش هذي خرجة هذي كون مدرتهاش خير خرجة هذي كون مارحتش خير إلا هذي هو الجاوب بتاعك جست يعني ولا الفاصند وليمات الابريسان توريهم مننا شوف يعني هذي كلهم معك توريهم مننا عايتلي المدير تعتبر التربية هذي كو هذرت معك تمارو معك هذي كو هذرت مع البرزيدن دابيسي أنا تكلمت عندي ثلث أيام تكلمت لما لقاتني يعني السيدة في الفيلاج هنا في الجزائر لما تقول لك راجلي يخدم من الأعوان تحرصوا على المدارس إلى خيره تقولوا بالدو موى في البلدية باش تخلصوها تعطلوها مليون سانسون بار موى يقارع لها دو موى شكو لهو عايش با مليون سانسون بار موى هلاف ما تنعلوش الشيطان نبقاو توجور في هذو الإسلطوريتي تعبكري هذي شها الطابلة هذي هذي هاي هذي هذي مهام مهام باشيخ بوع ما قبل قبل الهجري ها قبل الهجرة هالطابلة هذي أنا نقولها كل يوم هذي الطابلة يعني وجهتك نورمال طابلة في وهرنا يعني يعني يما نتقى الزلدو وميت بلاسه وراحوا الوهرنا والله سيد واري وهران بكل احتراماتنا لك كنت ما تخرش خير إذا هذي يعني الفاصن كو اغيق لكي 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 ان شارج هذه الطابلة هناك نكون جيتوالي في بلاستك نعطي أمر تم يتبدلوا قعد طوابل هاي الشي لو قال عليها الشعب تبدلهم تم سير بلاس وشانجي لطابلة وراعنكم إمكانيات طابلة مغطيينها بكتانة وجايتك نورمال وزيد تقولها ما تقوليش باللي من وقت الاستعمارية وديوين الاستعمار قبل ملسات هذي الطابلة لنك شكر الاساتداد ولا هم ديرين واجب بتاعها موسيقى وفريصال انا طندن جندو جندو باش نبدلوا الجزيرة باش هاد الناس كما هاكا ما يبقاوش باش هالتصرفات الغير مسؤولة ما تبقاش في الجزيرة الجديدة نونك أنا كل يوم أخليكم حاجة اليوم ما نطقش نكمل ستة وعشر نكي نشوف يعني أجوبة كما هادي وكا ننظر من قلبي نتمنى كما هم دهوكور موسيقى باشا باشا اللهم برابي تجند كامل باش موسيقى كما هادي لأن هناك يمكن أن تكلم من الموضوع لكي ليسي بلقى لكي لا يمتلك من الموضوع بشكل ستت انا لا يمتلك بشكل موسيقى انتوا هذا موسيقى هذا سيداتي سيداتي شكر الله كما يتوقع في حصة اخرى انشاء الله اشتركوا في القناة